السلام عليكم في إطار محاولة الخدمة أبنائي وبناتي التلاميذ والتلميذات وجمعا للتقنية مع الدراسة لأن التقنية الغاية ديالها هي خدمتنا غادي نتوجه في هذا الفيديو البسيط للتلاميذ والتلميذات والأسر ديالهم وغادي نقدم لهم موقع رسمي من الوزارة يلا نطالق هذه لحظات وغادي نصفح معكم هذا الموقع ونشوفو كيفاش يمكن لنا نتابعوا الدراسة ديال أبنائنا احنا كآباء أو أبنائنا كيفاش يمكن لهم يتابعوا الدراسة عن بعد عبر هذا الموقع إذن سواء كانت عندكم هواتف ذكية ولا دي طابلت لوحات لمسية ولا حواسيب غادي تدخلوا لهذا الموقع انطلاقا من الرابط اللي غادي تلقاوه تحت هاد الفيديو في الوصف أو تكتبوا وغادي يخرج لكم الموقع ولكن نفضل أنكم تضغطوا على الرابط اللي غادي تلقاوه تحت هاد الفيديو باش تلقاوه نفسكم في الموقع التالي إذن هنا دخلت لهم المتصفح ديال الهاتف الذكي ديالي إذن كل المراحل متاحة كين التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي السنوات غير الإشهادية يعني اللي ما عندهمش الامتحان الرسمي الوطني في آخر أو الجهاوي في آخر السنة موجودة باللون الأزرق المحتوى ديالها باللون الأزرق هنتم تلاحظوا الأول ثاني الثالث الرابع الخامس اللون البرتقالي السادس بمعنى أن هذا اللون البرتقالي يعني أن هذا السنة إشهادية عندهم امتحان في آخر السنة موحد كيعرفوه التلامد بهذا الاسم إلا طلعنا الإعدادي نفس الشي الأول والثاني إعدادي ما عندهمش امتحان عندهم مراقبة مستمرة ومع ذلك المحتوى ديالهم هوا موجود لأن الدراسة في أي لحظة تقدر تستأنف وبالتالي التلميذ المفروض فيه أنه يكون واصل للطلاع على الدروس دياله إذن واللون البرتقالي السنة الثالثة ثانوي إعدادي اللي بدورهم عندهم الموحد في آخر السنة ثم يجي الجدع المشترك باللون الأزرق وأيضا الأولى باكالوريا والثانية باكالوريا عفوا اللي عندهم بدورهم حتى هم امتحان وطني متعلق بالثانية باكالوريا وجهاوي متعلق بالأولى باكالوريا شيء طبيعي أن الموقع في البداية دياله وغادي يكون عليه الضغط من قبل الذين يليجون إليه من تلاميذ مختلف المستويات يعني تكون هناك صعوبات ولكن سيتم تحسين الوضع بالتدريج تم العمل على تسهيل الوصول إلى الدروس إذن ما عليك إلا تضغط أو تضغطي على المستوى الذي يعنيك لتجد أو لتجد دروس تباعا موضوعة عبارة عن فيديوهات ولاحقا إن شاء الله عبارة على محتوى مكتوب وكل المحتويات التي تساعد أبناءنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات لتجاوز هذه المرحلة وبالتالي عند عودتهم إلى فصل الدراسة بإذن الله ومشيئته يكونون قد تابعوا دراستهم عن بعد وهم مؤهلون لاجتياز امتحاناتهم بالتوفيق والنجاح بإذن الله إذا اللاحظوا نضغط على مستوى الخامس مثلا ننتظر قليلا إذن ها هو ها هي المحتويات ها هي الفيديوهات الخاصة بهذا المستوى كما تلاحظون ها هي المحتويات تجنبا لمشاكل الحقوق يمكنكم الضغط على المادة المرغوب في تحصيلها لتجدوا المحتوى الخاص بها بين أيديكم وأنتم في بيوتكم وفقكم الله ووفقنا جميعا وألتقي بكم لاحقا في مرة قابلة وفي قناتي الأخرى معكم مهدي قناة تربوية ذات طابع تربوي ستجدون مجموعة من المحتويات ومجموعة من وسائل التواصل معي لأسهم أسهم بما يمكنني الإسهام به في تذليل الصعوبات التعليمية سواء تعلق الأمر بالإجابة على الأسئلة أو غيرها عبر مختلف طرق واستغلال مختلف وسائل التواصل التقني والشبكات الاجتماعية إلى لقاء آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا